فاوضات، المفاوضات الخاصة بسد النهضة وبيشوف البعض المكأن فيه نوع من المماطلة وكل شوية فيه تصريحات جديدة حالك بترى إزاي تحركات في هذا الملف تحديداً؟ لا شك إن إثيوبيا بتومات ولا شك إن إثيوبيا كانت بتكسب وقت عشان تبني أكبر قدر من السد لا شك أيضاً وهنا الفضل يعود الرئيس السيسي لو أنتوا فاكريين في تكهز الخمستاشر الرئيس السيسي راحوا للسودان عملوا اتفاقية مصر والسودان وإثيوبيا راح راح على إثيوبيا عمل لقاء في البرلمان بتاعهم وقال صراحة فلنبدأ صفحة جديدة يعني العبارة دي عبارة مؤدبة من سالماتي سواء إحنا غنتنا فحقكم أنت غلو تفحق إينا؟ نفتح صفحة جديدة نفتح صفحة جديدة وصفحة قوامها الثقة المتبادلة الصراحة الشفافية النزاحة لا تفهميش بقى ضغوط داخلية إغراءات خارجية إثيوبيا عايزة هيكسب وقت مصر قالت أنا برضو ملتزمة بالحل السلم فطلبت التدخل أو الوساطة الأمريكية والبنك الدولي اللي هي وصلت إلى اتفاق زي ما حضرتك عارفة مصر وقعته لكن لا السودان وقعته ولا إثيوبيا وقعته فده معناه أن لسه عندهم تحفظات على حال أنا بعتقد أن مصر حتظل ملتزمة بالتوجه السلم لا طبعا في السكة بقى إحنا غلطنا فاكرة حضرتك الاجتماع المشؤوم التلفزيوني المشؤوم اللي هو رئيس الدولة أيام الإخوان قاعد وجاي بما سمي قادة الأحزاب والغلال السياسية وأي كلام وتباره في صبيانيات يعني واحد يقول ننشر خبر أنه عندنا طائرات توصل مش عايف لإيه وإيه وإيه واحد تاني يقول للمخابرات المصرية تعمل إيه وإيه كلام مؤذي صحيح كلام لا يتقلش لا يصدق يعني كلام وبعدين يتضح أن الكلام ده كله على الهوى طب إثيوبية عملت الفيديو ده اتوزع لكل دول العالم قادي مصر اللي بتقول لكم أنها كذا 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 يعني برضو في حاجات للأسف يعني قبل 13 عزتنا صحيح عزتنا وقزت صورة مصر في هذا المقبل صحيح برضو حديث كنت قلت لي كده بعضو برضو بعضو الناس كده يعني جمع بين الحماس والجهل أه يقول لك حنعمل الحرب عليك الحرب فين يا أستاذ ومع مين وإزاي أنت كده بتدمر صورة مصر الخارجية أنا بعتقد أنه مصر حظل مصممة على الحل الدبلوماسي والسياسي لهذه الأزمة وليغيرها ده موقفنا في سوريا ده موقفنا النهاردة النهاردة الكلام عن ليبيا وكلام الرئيس عن ليبيا الحل السلمي صحيح السياسي السلمي صحيح و يعني مش عادي لكلامة الضغط إنما إقناع القيادة الإثيوبية وتلبسها هتلاقي النهاردة الرئيس في خطبته في الاتحاد الأفريقي يعني يتعامل يوجه التانيقة لرئيس الوزراء الإثيوبي على أنها حصل على جيزة نوبل في السلام أو حالي زي كان يعني صحيح ما زال ده التوجه الرئيسي واعتقادي هو التوجه الأصحة لظل الظروف والتوازنات الموجودة النهاردة